هذا وتقام البطولة العسكرية العربية للفروسية تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في نسختها الأولى بنادي الفروسية بالعاصمة الإدارية الجديدة يضم نادي الفروسية بالعاصمة الإدارية ملاعب ذات مقيس عالمية واستبلات لإواء الخيول مع خدمة بيطرية متكاملة العاصمة الإدارية الجديدة هي رؤية طموحة لمستقبل أفضل لمصر تمتزج فيها الأصالة بالمعاصرة حجم إنجاز كبير بدى حلماً قبل تسع سنوات لكن إرادة التحدي والبناء حول الحلم إلى حقيقة هي تجسيد لإرادة المصريين في البناء والتنمية ورمز للجمهورية الجديدة مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة صرح رياضي عالمي يعبر عن اهتمام مصر بالرياضة وتسخير الإمكانات لإنجاح البطولات العالمية التي تحتضنها المدينة تضم منشآت رياضية وترفيهية وخدمية متكاملة هي على تم الاستعداد لاستضافة كافة الفعاليات الرياضية العالمية داخل نادي الفروسية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية تجري الاستعدادات لاستضافة البطولة العربية العسكرية للفروسية في نسختها الأولى تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الفترة من الرابع والعشرين حتى السابع والعشرين من أبريل يضم نادي الفروسية ملاعب ذات مقاييس عالمية واستبلات إيواء الخيول مع خدمة بيطارية متكاملة إضافة إلى التجهيزات التنظيمية التي تضمن نجاح البطولات المقام عليها تشهد البطولة أجواء تنظيمية رائعة توفل للفرسام من مختلف الدول العربية البيئة التنافسية في مدينة رياضية متكاملة الخدمات والمرافق مستعدة دائماً لاستضافة كافة الفعاليات الرياضية الدولية